أهلا بكم من جديد إذن هل فكرتم يوماً في أننا قد نفقد الإنترنت؟ وهل نجد منفذاً أو طريق ما للتواصل في حالات الطوارئ؟ وكيف سيتغير نمط التواصل التكنولوجي في حياتنا حينها؟ بالفعل تم تنفيذ هذه الفكرة على الأرض الواقع وبات هناك بديل عن الإنترنت والذي قد يقطع بفعل فعل فما هو هذا المشروع والذي حاز على جائزة الشباب الأوروبي في ألمانيا بعقول عربية نتعرفه على صاحب الفكرة والمشروع ليشرح لنا تفاصيل أكثر معنا هو عبر سكايب أشاب السوري عبد الرحمن الأشرف والذي ينضم إلينا من شتوتجارد الألمانية أهلا بك عبد الرحمن أهلا وسهلا فيك عبد الرحمن إنجاز يسجل في تاريخ التكنولوجيا خاصة أنه قد حاز على جائزة من ألمانيا من الحكومة الألمانية جائزة الشباب الأوروبي بشكل عام ولكن بعقل عربي إذا نتعرف على هذا المشروع الذي حاز على هذا الاهتمام المشروع أنا أطلق عليه اسم مشروع فريكم فريكم بيعني فري كومينيكيتور معناه أنه الاتصال المجاني الفكرة الأساسية هي انطلقت بعد ما لاحظت أنه في مشكلة موجودة بالشبكة الاتصالات التقليدية اللي نحن نستعملها تعتمد بشكل أساسي على مخدم نحن نرسل إلى المعلومات ونستقبل الرد من هذا المخدم لحتى نتواصل عن طريقه بحال نقطع الاتصال مع هذا المخدم اللي هو موجود بمكان ما إن كان ضمن المكان نحن موجودين فيه أو مكان حول العالم فنحن نقطعنا عن الاتصال كلياً بأي جهة تانية الاتصال عادةً بيعتمد على شبكة الإنترنت أو على أبراج التقطية بالموبايل الفكرة كانت أنه نحن نلاقي حل بديل بيستعيد عن التواصل عن طريق هالبنية التقليدية بالاتصال بشكل مباشر يعني أنا مثلاً موجود بمكان جغرافي وفي حولي أشخاص ممكن أن أتواصل مع هؤلاء الأشخاص اللي هنا نحولي بدون الرجوع للمخدم أو رجوع لبرج التقطية اللي هو أبعد مني من الأشخاص اللي هنا يعني عبد الرحمن عذراً على المقاطع ولكن حاول أن تستخدم بعض المصطلحات البسيطة التي قد يستوعبها المستخدم العادي للهواتف النقالة إذا تعرف لنا مثلاً مثلاً كلمة مخدم أو برج التقطير مثل هذه المصطلحات تعرفها بشكل أبسط تمام مثلاً أنا بدي أبعد رسالة عن طريق برنامج الواتس أب لأحد أصدقائي على قائمة الموبايل بهالحالة أنا بضطر أبعد الرسالة لموقع الواتس أب وبتوصلني الرد عن طريق الموقع الواتس أب نفسه بحال أن أقضي خدمة الإنترنت مع موقع الواتس أب ما حيث بيكون بإمكاني أبعد أي رسالة حتى ولو كان الشخص هو قريب مني يعني أنطار قليلة فالفكرة كانت أنه نحن ليش ما نبعد الرسالة بشكل مباشر لهذا الشخص اللي هو قريب عن طريق تقنيات متاحة بالهواتف الزكية الهواتف الزكية ممكن تتبرمج وتنعطى أدوات جديدة على حيث تفهم هذه الإشارات وتقدر الترجمها طيب رسال هذه الإشارات كيف يتم؟ يعني إذا لم يستخدم الهاتف الإنترنت فماذا سيستخدم؟ هل سيستخدم الأقمار الصناعية؟ أدوات التواصل من حوله؟ كيف سيستخدم الجهاز الذكي أو الهاتف؟ كيف سيستخدم أو ما هو المدار الذي سيستخدمه حتى ينقل هذه الرسالة؟ التقنية ستستعمل أي تقنية موجودة داخل الهاتف عادة بالهواتف اللي إصداره جديد متوفر بشكل كتير سهل البلوتوس والواي فاي ضمن الأجهزة البلوتوس والواي فاي فيهم مدى بعيد ممكن أن يتصل فيه الشخص بالأجهزة اللي محيطة حوله في تقنيات كمان طورت أنا ممكن نبعث عن طريق الصوت وعن طريق الضوء لكن بكمية معلومات نطاقة أقل فأنا هشكل الشبكة عن طريق الأشخاص اللي هم متواجدين بنفس المكان كل شخص هيتصل بالأشخاص المحيطين حوله وحتكبر دائرة الشبكة حتى التسع بالتسع الأشخاص اللي هم متواجدين بهذه الرقاة الجغرافية فبوجود حي ضيعي عادة بيكون ما في انقطاعها من المنازل كل منزل قريب من المنزل اللي بعده منه بمسافة كتير قريبة فبالحالة كل شخص هيتصل بالجاري لجنبه لحتى التسع الشبكة على مدى المدينة كلياتا ويقدر يتواصل مع بعض حتى بدون الرجوع لشبكة الإنترنت أو حتى لشبكة الموبايل طيب عبد الرحمن هذا المشروع من الفئة التي قد يفتح لهم أفاق؟ يعني الكثير قرأت بعض التعليقات على هذا الابتكار أو هذا النمط من التداول الكثير يتحدث عن استخدام هذه التقنية تحديدا في مناطق النزاعات أو الدول التي تتعرض الآن ربما لحالات اقتتال أو صراع وما شابه ويتوجد فيها انقطاع لشبكات الإنترنت بشكل كبير خلال اليوم هل هي الفئة المستهدفة من مشروعك وكانت السبب في انطلاق هذا المشروع؟ الشيء الأساسي اللي خلاني يتشجع أبدأ بهيك مشروع هو أني لاحظت فيه إحصائية كتير مهمة بتقول أكتر من 55% من سكان الأرض اللي هنا يتوفر عندهم اتصالات بيعانوا من انقطاعات أو سوق خدمة الاتصالات يعني هذا يعني أنه في عنا مشكلة كتير جوهرية بقطاع بالبنية التحتيية للاتصالات وما كان في حل بديل للأسلوب التقليدي اللي يمطرح بالتأكيد المشكلة بيعانوا مننا أشخاص بأماكن نامية أشخاص هنا متواجدين بأماكن نزاعات بالطبع أماكن حتى بدول متقدمة مثل اليابان وبإيطاليا تحصل كتير زلازل وبإيطاليا كان مؤخرا في أكتر من زلزال منقطعت بكامل الشبكات بهذاك الأماكن وحتى الأشخاص هنا ضمن نطاق كتير صغير ما قدروا يتواصلوا مع بعض فبهيك حالات ممكن يكون هو حل مثالي ليكمل الشبكة التقليدية وليس يكون بديل عنها أنا بأصد الشبكات المطروحة بالوقت الحالي هي مثالية بحالة الحالات الطبيعية ما في كوادس ما في أي مشاكل لكن بحالة تدخل أي كارثة طبيعية أو خلل بهاي الشبكات تتعطل بشكل كامل فبهي الحالة نحن نضمن استمرارية عدم انقطاع الشبكات بوجود حل بديل مثل مشروع فيكم طيب التداول حتى الآن هل يتم فقط بتداول نصوص يعني على نمط ضئيل فقط لتداول المعلومات أم ربما في المستقبل يشمل تداول صور تداول مقاطع صوتية تداول مقاطع فيديو ما هي حدود هذا المشروع وما الذي قد يمكن أن يصل إليه أول نموذج قدمته لجائزة الشباب الأوروبي كان نموذج متواضع فقط يثبت النظرية فكان عادة بمجال البرمجة أول شيء نحاول نحن نثبت الأفكار بمقاطع نصية لأنه هي أسهل شيء بالتداول وأسرع شيء بالحجم المعلومات فالنموذج اللي تقدمه هو بيبعث رسائل نصية مثل المبدأ تبع الفيسبوك وقتها بيصير فيه عندنا كارثة في ميزة أنه سجل نفسك آمنا بحال صار كارثة معينة فبنفس الأسطوب نحن فينا نكتب رسالة ونبعثها لكل الأشخاص اللي حولنا اللي ينتمهوا لخطر معين يأما نبعث رسالة من شخص لشخص آخر مثل ما نبعث أي رسالة عادية نعم الآن هذا المشروع أين هو هذا المشروع الآن على أرض الواقع؟ هل طبق بالفعل؟ هل تم تطبيقه وتجربته بالفعل بشكل واقع وبشكل رسمي؟ النموذج اللي نعمل لحد الآن هو نموذج خلنا نقول اختبار أو بحسي لكنه غير جاهز حتى يكون متداول على الأجهزة أنا ما أطلقته لحد الآن على شكل تطبيق على الموبايل لأني بعتبر انطلاقه بالوقت الحالي هو بداية فشل لأنه هذه التقنية لازم تكون متوفرة على كل جهاز أو بنسبة الأغلبية من الأشخاص لازم تكون متوفرة عندهم حتى يستعملوها فبحالة وجوده على شكل تطبيق ما هيتيح لكل الأشخاص الاستخدام وخاصة الأشخاص الكبار بالسن أو بحالات الخطر الشخص ما هيكون عنده وقت مسبق لحتى ينزل هذا التطبيق على جهازه فالفترة الماضية اللي كان اللحقة الفوز بالجائزة كنت عم حاول أبني المحاول الأساسية للمشروع طبعا بالتواصل مع إدارة الجائزة والأشخاص اللي هنا نشرفوا مع عدة أشخاص خبراء حطيت البنية الأساسية لهذا المشروع كيف حيتقدم بالفترة القادمة للأشخاص سيتقدم بثلاث طرق أول طريقة سيكون مثل مكتبة برمجية للأشخاص المطورين فأي شخص بالمستقبل سيتطور تطبيق للأجهزة الزكية سيكون هناك قدرة أن يشتغل بطريقة الأفلاين بدون اتصال بالإنترنت الطريقة الثانية سيتقدم بشكل برمجية للموبايل ستبدأ تنتشر بين الأشخاص ممكن تأخذ وقتها لكن بتكون بتشكل حلول مؤقتة المحور التالي سيتقدم بشكل شريحة الكترونية مثل تطع الكترونية تنوصل عن طريق مأخذ USB وممكن كمان تكرر الإشارة نعم إذا أذهب إلى جملة ذكرت في منصات التواصل الاجتماعي التي تداولت خبر هذه الفكرة أو هذا المشروع جملة التكافل الاتصالي ربما يتسأل بعض عن معنى هذه الجملة فإذا تبسطها وتوضحها لنا في تعريف بالضبط بالطريقة التقليدية بالاتصال نحن كانت استخدامنا للشبكة هو فقط اعتمادنا على شبكة الاتصالات كالإنترنت أو كبرج التغطير المفهوم الجديد اللي حينطرح هو كل شخص هو حيكون بحد ذاته إنترنت وحيكون بحد ذاته برج تغطير وحيعطي الإشارة لغيره يعني أنا سأستثمر الجهاز اللي معي له حتى أعطي يبدو أن هناك انقطاع في الاتصال نحاول أن نواصل الاتصال معه حتى نستوضح أكثر حول هذه الفكرة ولكن حتى يعود الاتصال نذهب إلى مقطع لإعلان فوز عبد الرحمن أشرف بجائزة الشباب الأوروبي الرقمي عن أبحاثه في مجال الاتصالات بعد تصميمه برنامج فريكم الذي ذكرنا وإنسان هو فريكم اشتركوا في القناة نتحدث عن الاتصال وقطع الاتصال ولكن عاد مرة أخرى من خلال الهاتف عبد الرحمن إذن كنا نتحدث عن تحمل المواطن المسئولية في نقل المعلومات واستخدام مثل هذه الأنماط من الاتصالات الحديثة إذن هي محاولة للتعرف وأن يتحمل المواطن المسئولية حتى ينقل هذه الفائدة لغيره ننتقل الآن إلى فكرة هذه الجائزة عبد الرحمن كيف تقدمتم إلى هذه الجائزة وما الذي يتم العمل عليه حتى تحصل على هذه الجائزة إذا كنت مبتكر لأحد الابتكارات الجميل بالجائزة لحيث سناء بسنة السلم سبطار أننا فتحت لعدة دول عربية هي دول المتحدة بحوض المتوسط مثل مصر، إردون، لبنان، سوريا، جزاء، تونس بحوض المتوسط فإن كامل الأشخاص حتى من البلاد العربية تحصلون للجائزة رائع الجائزة أنه في جموع هذا القرارات ومنوع للأشخاص الذين يتعرضون لحسل الختام الجائزة إنه ممكن يعطون بزدعم قوي من ناحية الخبرات ومن ناحية المعرفة بالسئول الأوروبية ممكن أي شخص عنده فكرة اكتكارية جديدة بتقدم قيمة للأشخاص بتقدم قيمة للإنسانية بمجال ممكن والبيئة أو ممكن مجال التعليف ممكن لمجال التقنيات ولو كان المشروع بإدعياته كنموذج أو كان مكتمل أو هو مشروع موجود على أرض الواقع ممكن يتعرك الشخص ويأخذ فرصة أنه يكون للجائزة طيب هذه الجائزة ما هي الفرص المتاحة لمن لا يسكننا في أوروبا أو لا يقيمونا في أوروبا؟ هل يشترت الإقامة في أوروبا؟ وكيف يمكن لي أن أذهب إلى أوروبا وأن تقدم لي مثل هكذا جائزة؟ بسمين الصافة كان شرف أن يكون الشخص مقيم بأوروبا لكن هاي كان حتى الأشخاص المقيمين ببلاد عربية متواجدة لحظة المتواجدة إن كانوا يقدموا حتى من بلادهم هذا شيء كثيراً رائع وحاولت أنا إنشاء الخبر لحتى يصل لأكثر عدد من الأشخاص المتواجدة لبلاد عربية وعلمت عن طريق سفحتي بالفاقس أنه ممكن أقدم ذا عند الأشخاص لعندهم مشاريع أي شخص بيحب يساعده بإمكانية كيف التأديم كيف ممكن يديد فرصة بالتأديم ممكن يتواصل معه حاكم سعيد جداً أن نساعده حتى يأخذ فرصة يوتيب التأديم للجائزة حقيقة سعيد جداً ستكون هذه السنة كمان من شخص عربي طيب عبد الرحمن هذه الجائزة ما دورك في تقديم بعض المساعدات هذه السنة؟ ما هو الدور الذي ستشارك فيه في هذه الجائزة؟ هل ستتقدم بمشروع آخر؟ يعني حدثنا أكثر عن المشاريع المستقبلية لك أنا كوني سائز السنة صادقة وكوني سفير للجائزة بإمكاني رشح مشروعين اللي ينفقوا مباشرةً للمرحلة الثانية يتعرضوا مرحلة الأولى من المستقبلية للجائزة ودوري حيثون هالسنة أن يحاول ساعد الأشخاص اللي عندهم مشاريع ومالها متكلة بمستقبلهم كيف ممكن يأذنوا كيف ممكن ينعشوا فيها اللجنة كيف ممكن توافق أو كيف ممكن صادق المعايير اللي هي أتمنى من قصر الأوروكي وأنا حاكم أجد أن يأذنوا هذا الدعم ممكن توافلوا عن طريق الموقع فيكم أو عن طريق طفحة الإنسان وممكن أن أأذنوا أي مساعدة أو مساعدهم بطريقة التعمل من المشروع عبد الرحمن هذه الجائزة نحن نتحدث عن جائزة لمشروع ما ما هي هذه الجائزة بالأساس إذن حتى نتعرف على هذه الجائزة هل تكون جائزة كشهادة فقط بشكل معنوي أم هي مادية أم بعثة ما هو شكل هذه الجائزة المشاريع التي تترشح للجائزة نحن نتحدث عن جائزة مؤتمر في النمسة عادة أن يكون من هذه الأساس إذن خلال هذه الأساس إذن يكون في قبلاء كثير بساعدوا الشخص لحتى يطلر الجائزة تبعوه لحتى تكتمل الرؤية أو بساعدوا نشوعة مزدعة في الواقع كيف يكملوا ضمن المعايير جديدة أو ضمن الرؤية جديدة الزائزة بساعدة للأشخاص الفائدين يدعم لمدة 6 شهور يعطوهم فريق يعطوهم أشخاص مختصين جداً بالمجال اللي هنم فيه وأشخاص على مستوى كثير عالي بالمجال الصناعي أو بالمجال الأكاديمي فدعم كثيراً يكون من حيث الخبرات ومن حيث الفريق اللي ممكن يتقدم إذن الزائزة مصع في أي ربح ماتي لكن يتساعد الأشخاص لحتى يخطروا على جعم يعني أربع ساعة تمويل ممكن أن تجمعاً بشبكة من الأشخاص مستعزين يعطوا تمويل المشروع أو أنه يستسروا للفكرة أتضح شكراً لك عبد الرحمن الأشرف كنت معنا عبر سكايب من شتوتجارد الألمانية إذن بهذا مشاهدين تكون حلقة الليلة قد تتذكروا دوماً أن ترسلونا بالقبائل على واقعاً يتغير أو ربما وعي يزداد بهاشتاغ أنتم في أمان الله اشتركوا في القناة